عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس بالرباط ندوة صحفية لتقديم مذكرته للمساهمة في النقاش حول مشروع القانون لمحاربة العنف ضد النساء المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنشر هذه المذكرة كمساهمة في النقاش العمومي حول العمل الحكومي التي تتبلغوا هذا المشروع القانون لمناهضة العنف ضد النساء هذا العنف ضد النساء كما بين البحث الذي قام به المنذوبية السامية للتخطيط انتشر بصفة خطيرة جدا في المغرب البحث الذي قام به المنذوبية بين بأن كثير من الساد الملايين المغربيات يصرحوا بأنهم كانوا عرضا للعنف خلال سنة 2009 إذن لا بد ملأمة هذا القانون للحكومة تشغل عليه مع الدستور المغربي لنبدأ التمييز ضد النساء وضد كل مواطن ومواطنة مغربية كذلك ملأمة هذا المشروع القانون مع القانون الدولي لحقوق الإنسان المجلس يعني يقدم مجموعة من المقترحات والتوصيات لكي المشروع أو القانون المقبل يأخذ بعيد الاعتبار بمجموعة الحيتيات ومجموعة الدواهر ويجعل منه أنه فعلا أداة قادرة على مش نقولوا بأنه القداء مهائيا على الإفلاث من العقاب وعلى الأقل تقريبا هذه الظاهرة حاولت هذه الملكرة أنها تشمل جميع الجوانب فيما يخص البحث وتقسيم الجهة فيما يخص الردع والعقاب فيما يخص جبر الدرار أو تعويض الضحايا فيما يخص الأشياء أو الظاهير أو الجوانب متعلقة بالوقاية أو ما يسمى على الصعي الدولي بأن الدولة لها مسؤولية للعناية الواجبة يعني أنها يجب أن تكون هناك مزهود إضافة من طرف الدولة ومؤسسة الدولة للقضاء على العنف ضد المرأة وتقترح المذكرة التي تم اعتمادها خلال الدورة العادية السادسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المنعقدة مؤخرا العديد من التوصية المرتبطة بشكل خاص بالإطار المرجعي والمفاهيمي الدولي للعنف ضد المرأة فضلا عن حماية حقوق الضحايا والناجية من العنف وضمان ولوجهن للعدالة وخدامات التكفل ترجمة نانسي قنقر